مع التطوع وثقافة العمل المجتمعي رح نبنى صباحنا وحكاية حلم ارتسم بعيون الضرير وابن الشهيد ونترافق بجولة على مشروع حلم يلي اطلقته جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة لمدارس ابناء وبنات الشهداء حكاية حلم المشروع يلي كشف المواهب عند هالفئتين من اطفال المجتمع وكان اللقاء الختمي بـ 25 الشهر الحالي بالحفل يلي احتضنته مسرح الهيئة العامة لمدارس بنات الشهداء وللحديث اكتر عن الموضوع بيصرنا الرحبة بالاستوديو بالدكتورة خانم ماراني من جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي صباح الخير دكتورة واهلا وسهلا فيك يسعد صباحك يسعد صباحك دكتورة واهلا وسهلا فيك الله يسهلكم شكرا بداية خلينا نحكي عن مشروع حكاية حلم يعني كيف بدت الفكرة وكيف انطلقتوا فيها حكاية حلم نحنا اهتمامنا الاول هو بالاطفال واصلا جمعية جذور هي للدعم النفسي والاجتماعي فنحنا بنعرف انه بداخل كل انسان في عنده كتير مواهب هو ما نو مكتشفى بلشنا من هيدا النقطة وتوجهنا للشرائح اللي ممكن كتير عالم ما بتكون متوجهت له فكان فيه من الخيارات المتاحة امامنا هي ابناء الشهداء والمكفوفين فنحنا توجهنا لهم وبلشنا نشوف شو المواهب الموجودة عندهم ونعلمهم طرق لحتى يقدروا اكتر يعبروا عن شي لجواتهم نعم دكتورة خلينا نحكي اكتر من بعد يمكن ما تتعرفوا على المواهب وتحتضنوها يمكن فريق العمل او فريق جذور كيف بيتقصم كل واحد يمكن له مهامه كل واحد بيهتم بفئة ما من الاطفال هون خلينا نفوت على الكواليس ونتعرف عن هالعمل اكتر نحنا اول مرة بلشنا زيارات انه نحنا بنشوف الولاد الموجودين بنعمل لهم مثل انشطة مشتركة للكل بلشنا انه نركز من العالم اللي قدران تغني من قدران ترسم وتمثل القاء بعدين بلشنا نحفزهم لحتى يطلعوا الاشياء النادرة الاكتر الموجودة ففي عالم طلعت تعرف تنحط في ناس بلشت ممكن تعمل اشياء بالعشب بعد ما قدرنا نحصر المواهب بلشنا نتقسم لمجموعات كل مجموعة صارت تابعة لحدا يقدر يدربها لحتى يطور المهارات الموجودة عندها يعني تمام مثل ما حكيتي انه تم اختيار الاطفال اخر شي توصلتوا لستة وعشرين طفل بعدة مواهب غناء كيف كان التمرين كيف تعاملتوا معهم كيف كان الحماس عندهم تمام هلأ الستوعفين كانوا هنم مشتركين من هيئة ابناء الشهداء هيئة بنات الشهداء لانه نحنا كان فيه ابناء الشهداء اشتركوا معنا مثل ضيوف شرف بس من المشتركات هنا كانوا بنات الشهداء والحفل كان بمدرسة بنات الشهداء تمام والحفل الاول والثاني كانوا بمدرسة ابناء الشهداء والثالث كان بمدرسة بنات الشهداء بالمزة والشريحة الثانية اللي هي المكفوفين فاخدنا من هون ومن هون من الطرفين وبلشنا نشتغل على اثنين عاتون يعني ندمجهم مع بعض يعني اكيد رح يخضعوا هنا لهي المراحل اللجنة على اي اساس كانت تختار او على اي اساس تم اختيار هالاشخاص بس الاشخاص الستة وعشرين هنا كانوا بعد التمرينات بعد الزيارات حاولنا انه المواهب اللي هي تقريبا فينا نقول التوب الموجودة هناك حسب الوقت المتاح اللي كان نحنا متاح بين ايدينا فاخترنا هيدول الستة وعشرين مع انه يعني يمكن لو كان فيه معنى وقت اكتر كنا قدرنا نوصل لعدد اكبر بس لقم وقت كان دايي تماما يعني كان عندنا كتير في عنا قسم للتدريب في قسم الديكور هيدول القصص كلها بده وقت تشغل فمشان هيك خطرنا الستة وعشرين بس دكتورة هلأمرق معنا طبعا صور من الحفل يلي ضم هاي المواهب اصداء المشروع كيف كانت؟ هلأ نشكر ربنا الاصداء كانت كتير حلوة لانه هي المبادرة الاولى من النوع اللي بتنقام بهيدا الطريقة واللي بتكون بشكل خاص موجهة لهدول الشريحتين واللي نحنا جامعينهم مع بعض ففي كتير عالم حبة الفكرة في كتير عالم طلبة انه تطوع مع جزور في كتير عالم يعني تبنت مواهب ممكن تطورة اكتر تشجعت لحتى تشتغل اكتر مع هدول الشريحتين نعم اكيد تفاصيل كتير يمكن وعوائق مرأتوا فيها لحتى وصلتوا لهون او وصلتوا هستة وعشرين لمرحلة يمكن سلطتوا الضوء عليهم شو هنان يمكن اهم العواقب اللي مرأتوا فيها وممكن تتخطوها بيفنتات قادمة او بمراحل قادمة هلأ العواقب هي موجودة بكل مجال نحن من مجال العمل بما انه نحن جداد بهذه التجربة فكان عنا يعني قصص التصميم والديكور اخذت مننا وقت زيادة وكمان يعني ديكور المسرح خصوصية المكان بس الحمد لله كان كنا قدرانين نجاوب مع هيدا القصة اتدمج بين هدول الشريحتين لانه كمان لهم خصوصية بالتعامل صحيح طبعا لانه لما يعني المكفوفين بدون مساعدة بالطلعة بالفوتة يعني كل شي هدول يعني نحن كدنا حاطينه ببالنا بس طبعا دايما بيكون في اشياء زيادة بس نشكر ربنا الحمد لله بالحفل النهائي كان كل شي متل ما بدنا خلينا نشوف بعض من مقتطفات الحفل مع بعض حبيبي مهما سفنت ومهما قاعد ومهما غيبت يا روحي عنك وريب مني موسيقى 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 اكيد بدنا نقول مبروك لسليمان يلي شفنا اخر شي هو اللي فاز بالمركز الاول وايضا مبروك لستة وعشرين مشارك كان معكن ومشاركة يعني شفنا مواهب كتير حلوة مواهب كتير رائعة دكتورة من بعد هالحفل او من بعد هالمراحل يلي هنا تقدموا فيها شو رح يصير بمصير هالأطفال او هالموهوبين خلينا نسميها نحنا براينا متل ما انت ستة وعشرين يعني صراحة هن فائزين كلهم لانه هن كلهم مواهب كتير حلوة واذا نشغل عليها بتطلع يعني بتعطي كتير كتير نتيجة حلوة صراحة لانه ما حدا من المشهورين نحنا بنعرفهم بهيدا الايام وصل بسهولة فهدول اشخاص اذا بنقدر نشتغل عليهم اكتر اكيد رح يقدروا يعطوا شي كتير حلو بس كان لابد انه نحنا نختار شخص لحتى نشجع العنم الباقيين مشانا نحنا اخترنا سليمان بس متل ما تليكن الكل فائزين هيدا كان في الموسم الاول من حكاية حلم ان شاء الله رح يكون عنا مواسم جاي ان شاء الله وفي كتير عالم اللي حضرت الحفلة كان فيه معنا شخصيات اعلامية مشهورة من الوسط الفني حبوا يتبنوا كتير اشخاص من الموجودين ورح يشتغلوا عليهم ويقدمونهم كل شي بيقدروا عليه حكاية حلم مشروع مستمر ان شاء الله بيستمر يعني عم نشوف العمل التطوعي بهيدا الفترة هو متصدر الساحة وخصوصي عملكم انتو هو عمل تطوعي وهو عمل انساني منتشكرك وبدنا كلمة اخيرة توجهية دكتورة منك لكل اللي اللي عم يتابعنا هلا شكرا نحنا شعار جزور هو العمل محبة ولا المحبة جزور فطوال ما في محبة منقول انه نحنا بدنا نستمر بالشغل مع العلم نحنا ما صرنا ستة شهور مقشرين عامين لاشهار تبع الجمعية بس قدرنا نقطع شوط كتير كبير لانه منقول انه هدفنا هو الدعم النفسي والاجتماعي لكل شرائح المجتمع السوري اللي هي هلا كتير بحاجة وشكل خاص للاطفال فان شاء الله بالايام الجاي رح يكون في شغل كتير بهيدا المجال ورح نقدم يعني كل شي نقدر عليه حتى نطلع سوريا من الحرب اللي نحنا مرينا فيها وبحب اشكر كل حدا ساعد بحكاية حلم سواء من كوادر جزور المطوعين او من مجلس الادارة يلي ما بخل باي وقت باي جهد والشكل الاكبر طبعا للماما الشهيرة في اللوح يلي هي مديرة مدارس ابناء الشهداء الهيئة العامة لمدارس ابناء الشهداء فشكرا للكل وان شاء الله بجهود الكل سوريا رح تطلع من الازمة ونوصل للي بدنا ان شاء الله اكيد سوري انا كمان بدي ضم صوتي لصوتك و بدي اقول الله يعطيكم العافية لكل شخص بجمعية جهور وان شاء الله ستة شهور بيصيروا سانوات بمحققين بصمتها على ارض الواقع ويمكن محققين اهدافكم يلي بدكم اياها بتمنالكم كل التوفيق شكرا كتير للك دكتوريا شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم